خلونا لاعد نشوف الضيف اللي عدنا مخترب من أمريكا جنهكم العام وأنتم بألف خير إيه دا؟ دا العين ولادي الله 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 هذا الإنساني على شمال إبني وهذه الإنساني على دين بنتي الله 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 إنهم أطفالي بل دكتور معتز إجا هي بابا إذاك حبيبي كل سنة ونطيبين كل سنة ونحبتك طيبين كل سنة ونتم طيبين كل سنة ونتم طيبين كل عام وانتوا بألف خير وبصراحة يعني احنا حبينا نفاجئ البابا معتز نجمعه بأولادة اللي بشوشين مثله فقلنا حتى ما تفرقون بعض بهذا اليوم الحلو وتظل العيلة ملتمة مع بعض وطلع اول مرة اشوفهم انا بصراحة على الشاشة وكلهم شبهك اه حالة صعبة والله انا حاولت والله العظيم انا حاولت بس هم طلعوا كده شبهي معرفش واضح الجينات اقوى من كل يوم رايحين جايين وبحاول انا ما اقولش بابا عشان اخلي الفقرة دي بفجأة يعني الحمد لله عرفت انا مش عارف ان انت هتعمل بفجأة دي ايه لابا العلد مش هوليان اه ما قلتلك اول لما سحيت انا قلت لابا لازم ايجا على طول اه تشكده زكي زنزونة وحشاني زكي بابا حليك حميل انا كويس يا حبيبين الحمد لله رب العالمين كل سنونا طيبين ايه اخبار العالم عندكم في امريكا الدنيا برد؟ ام برد اعترف فجأة اشجاملك في الموضوع ده الدنيا برد جدا زنزونة اسم الدلع اسم زينة زينة وادهم اه زينة على اسم امي امي كانت اسمها زينة شفتي هم الكل العبقر اسمهم طب انبلش بزينة لانه ليديز فرست شو تحبين توصلي للبابا رسالة شو مشتاقة هل في لحظات معينة تحبين تتكلمين عنها او قصة تحبين تشاركين بيها اولا عايزة اقول لك انا بحبك اوي and i miss you so much وان شاء الله يعني نكستعيد هنجمع البعض ونوالي hang out ونجمعنا together بس اعايزة اقول my favorite memory كن في ميشيغن في امريكا و ايك كن ميبي عندي 6th grade كده primary 6 ماما تبتطبخ في المطبخ وبابا عارفة ما يدخل experiment شوية بيعكد الدنيا عارفة وبيطلع برنامي جري وماما مارزع فيك بتقول بليش متبوش الكحك أنا كلما قطيت لها فرصة لازم اعبث في الاشياء يعني ما سيبش حاجة ماشية لوحدها كده شوف ايه دي بتطبخه ايه وريني حط وزود حاجات دايما فيه اكل بالمور لازم فيه خناقة بس الكحك تلح حلوة بس الكحك تلح حلوة لابا انا موصلش نقول الاكل يبوز يعني انا اعبث بس كده احسسهم بالحياة طب انت يا ماتاز بنتك كلما جدمة كبرت و جدمة بعد تتضل البنوت الصغيرة البيبي بتاعتك لا طبعا طبعا كبرت البنوت كبرت ست الكل بحبك ازنزونا والله ومفتقدك احبت المصيبة التانية ده بقى لا بالعجل هذا مني معتاز حسمي مني معتاز اما اقولك عبارة استنساخ حصلت طبعا انا راح اسألك سؤال اكيد البابا مأثر بيك بطريقة ايجابية ويعني قدوة بالنسبة لكم هل في رسالة معينة او حكمة اللي انت تعلمتها من بابا ولحد الان علقة براسك وحاب تشاركها مع البابا وتقول لها ثانكيو على هذا الشيء اه والله سؤال جميل هو طبعا ان انا يعني لاي الشرف ان انا اكون هنا الوقت طويل ان انا اقعد بابا اكتر يعني طويل في السن متقدم شوية فهو اقدر اشوف يعني هو يعني في الشغل وتعامله مع الناس وتعامله مع زبائله في الشغل وكل يعني كل البيئات يعني ويشوفه ازاي دايما يعني يعني بيعلمني تتعامل مع الناس باحترام بيعملوك بالاحترام يعني دايما كل حاجة فيها يعني يعني give and take فده طبعا حاجة وزايما لما بيشوف بابا يعني بيعمل دايما بحاول يعمل بيئة كويسة بيدحك الناس بيحكي قصص يعني متحكة تخلي الناس تكون يعني 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 برادين عنه ورادين بالشغل اللي هم بيعملوه بتخلي الناس يعني يعني سوحدة فنا دايما طبعا بحاول يعني 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 في الحتة دي واننا طبعا على قد ما أقدر اننا أسهل عليه الحياة هنا وطبعا انا أه 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 في الحتة دي أدي صار لك معتاز ما شايف شوه على المثقفة ازاي تربيتك أنا عارفة أنا عارفة معتاز حاليا يعني يعني يمكن الكاميرا مقريبة على عيونه بس يعني عبارة عن كتلة مشاعر بعيونه وده يجرب ينكت حتى يبتعد عن هذه المشاعر للعواطف بيشت دماغه ما تشتتش دماغك فكرة ممتازة فكروني أشكر ماريان وهنا والفريب على الفكرة فكرة حلوة جدا وجورج في مصيبة وراء الموضوع ده لازم أشوف مين اللي عمل الفكرة صار لك شجاد مبتعد عن بنتك بنتي كانت في دبي من فترة قريبة بس يعني تقدر تقولي هما الاتنين في فترة كده بعد صورة مصر أنا نزلت مصر وهم كانوا بعيد فكانت علاقتي بيهم زيارات مثلا أسبوع كل خمس ستة شهور فبعدوا عني جامد يعني بس العمامتهم يعني لابد أن أذكر لها أنها خدت بالها منهم ما شاء الله وحاجة يعني ما شاء الله عليهم يعني أمهم بصراحة نموذج رائع في الأم وفي الزوجة وفي الأخلاق وفي التربية حاجة رائعة يعني بس مؤخرا بقى بعد ما هو تخرج وزينا تخرجت يعني أدم تخرج وزينا تخرجت ابتدأ لنقبل بعض أكتر فابتدوا هم زي ما تقولي كده إيه فيكت مساحة بلما في الألقتي بيهم ابتدأت تنور فابتدوا يشوفوني تاني وابتدوا يستعيدوا ذكري وابتدوا نضحك على حاجات كنا فاكرنا زمان معتاز إحنا طبعا لا يومال أدهم وزينا أنتو نورتوا شاشة المشهد ونتمنى أنه كنتوا معانا في هذه الجلسة الحلوة وإن شاء الله الأيام راح تجمعنا كلنا مع بعض بنفس الصفرة ونفس الطاولة ونشوفكم فيس تو فيس تحب توجههم معايدة أحبكم عيال وربنا يطرح البركة فيكم وأشوفكم دايما على خير وكل الناس تفرح بعيالها وكل عيال يفرحوا بأهليهم كل سنوهم طيبين متصبحين على خير زينة رجعي نامي متصبحين رجعي نامي يزين تصبح على خير إن شاء الله